السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فوجة عبدالعزيز مدرس راديات يا شباب تلت عدد ان شاء الله هنحل اختبار هندسة محافظة المن يا مستر لو سمحت بعد كل مسالة تحلها حط المسال اللي شبهها علشان نعرف كل الحالات من عني يا حبيبي كل مسالة حلها حط والله اللي شبهها بس خد بالك انا كان عندي دور بردي فضيع لدرجة ان انا شكيت ان دور كورونا بس الحمد لله خفيت ودلوقت في احسن حال السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة رقم واحد قالب به جيم دال شكل الرباعي دائري فيه كياس زود به بتساوي خمسين درجة فانا كياس زود دال بتساوي نقرة طبعا يا شباب علشان حلت مسال كتير عارف ان زود به وزود دال زودين متقابلتين به ودال زودين متقابلتين احنا عارف ان الشكل الرباعي الدائري كل زودين متقابلتين متقاملتين اجيب دال بسهول بس انت طبعا علشان لسه من تشعر في الزواء المتقابلة ارسم اي شكل رباعي رسم تخيول يلا بنا يبقى رسم تشكل رباعي تخيول مدينا كياس زود به خمسين درجة اكتب علي به هنا خمسين درجة عايز كياس زود دال دي هلاحظيني به ودال متقابلتين وهو اجل لنا شكل رباعي دائري يبقى كل الجويتين متقابلتين متقاملتين دي خمسين اترح من مئة وثمين تدين دي مئة وثمين نقص خمسين مئة وثلاثين درجة خلاص اكتب هنا مئة وثلاثين درجة يا مستر المسالة دي سهلة عايزين واحدة صعبة بنفس الخطوات ماشي يا باشوانديس دي المسالة الصعب الف بيه جيم دي شكل رباعي دائري رسم ترسم تخيول كياس زود الف ثلاثة سين الف دي اكتب عليها ثلاثة سين كياس زود جيم التنسين جيم دي اكتب عليها ثلاثة سين فانا كياس زود الف نقط عايز كياس زود الف دي هنعملي دلوقتي دي بها صعب نحن نعرف كل زودين متقبلتين متقاملتين يبقى كياس زود الف زاية كياس زود جيم مئة وثمانين درجة هتعمل معادلة واجيب سين هل تجيب سين وخلاص لا ده عايز كياس زود الف يقدر بثلاثة في كمث سين اللي انا جبته يبقى الخط واجمع زودين وساوهم بمئة وثمانين درجة تلاثة سين زايد اثنين سين بتساوهم مئة وثمانين درجة جمع الثلاثة سين بيه اثنين سين وثمانين يلا اختصر الطرف العيمن ثلاثة واثنين خمسة خمسة سين فيه طلاب يقول سين تربيع لا يا حبيب بجمع المعملات بس سين زيميه بتساو مئة وثمانين درجة اكسم هنا على الخمسة وهنا على الخمسة خمسة على الخمسة تروح يبقى سين بتساو مئة وثمانين على الخمسة تمنتشر على الخمسة ثلاثة يتبغى الثلاثة تلاثة على الخمسة فالست شاrustة وثلاثة سين هل هو عايز سين؟ لا هذا عايز شا Past يبقى اعمل ايه اكتب كياaster زاوتاليamas هو قال للنا ثلاثة سين يعني الثلاثة سين يعني 올 ثلاثة مضروبة في كيمة سين ثلاثة في كيمة سين عقل سين لينتج بتاعyi تساوي ثلاثة في ستة في تمنتاشر ثمانية معاني الواحد ثلاثة في تلاثة في تسعة واحد عشر طلعت مية وتمانية درجة بطريقة سهلة خالص كتبت مية وتمانية خد بالك وأكتب درجة الدرجة مكتوب رقم اثنين نقطة تقاطع متوسطات المثالة استقسم كل منها بنسبة نقطة من جهة الكعدة اظنوا الحفظين دي شباب نقطة غطى متوسطات المثالة استقسم كل منها بنسبة واحد الى اثنين من جهة الكعدة يلا بين يبقى هنا مغمض اكتب واحد الى اثنين في النقطة طب يعني واحد الى اثنين من جهة الكعدة يعني لنحية الكعدة نص لنحية الرأس طب انا عايز العكس يبقى لنحية الرأس ضعف لنحية الكعدة ايه الكلام الفاضي دا يا مستر عايزين واحدة صعبة وتكون بالرسومات طب انت بتزعجلي ليه؟ هل انا بجيب مسألة من دماغي دا مسألة موجود في اختبار المحافظة و بجيب لكم مسألة اللي بتجي عليها صعب علشان نعرف كل الحالات ما تزعجليش تاني اذا كان من دال بتسوى ثلاث سنتمتر من دال دين و من به ثمانية سنتمتر من به دين و جيم واو خمستاشر سنتمتر جيم واو الخط كل فان عايز من الف و من هيه و من جيم اتقطع فنقطة واحدا اللي نحية الكعدة نصف الناحية الراس واللي نحية الراس ضعف اللي نحية الكعدة تب الزاد دان المتوسط كله اقسمه على التلاتة اللي نحية الكعدة اخليه التلت و اللي نحية الراس اخليه التلتين ما ير livestock مامديل 3 سنتمتر ومامادال 3 سنتمتر أنا نصف من نساعي الراس ضاعف من ناحية القاعدة 2 3 6 سنتمتر لا أكتب هنا 6 سنتمتر خسئةbit 8 سنتم синاب paying 8 سنتمتر ومهم هnae خلبي اتب Lyn يبقى نص لناحية الرأس. نص التمانية كام 4 سنتيمتر. اكتب هنا 4 سنتيمتر. طب عايز ممجين. بس والله يمدنا جيم واو المتوسط كله. جيم واو المتوسط كله. اعمل ايه? اول حاجة اكسيمه على الثلاثة. 15 على الثلاثة فيها الخمسة. يبقى اكسيمها للثلث والثلاثين. خمسة اللي هي الثلث والثلاثين تبقى عشر. اخدوا بالكب خمسة عشرة خمسة عشرة. جسم نالي الثلث والثلاثين. طيب جيم واو كله. اللي نحت الكعدة الثلاثة خمسة. واللي نحت الراس ثلاثين عشرة. هو عزم ممجين. اللي نحت الراس يبقى اكتب كام عشرة سنتيمتر. كده يا شباب عرفنا كل الحلال. رقم ثلاثة كياس الكوسة الذي يمسه نصف كياس الدائرة يسوي نقر. طبعا يا شباب. كلنا عارفين كياس الكوسة الذي يمسه نصف كياس الدائرة 180 درج. سهلة خلص. يبقى يا شباب. نكتب كياس الكوسة الذي يمسه نصف كياس الدائرة يسوي 180 درج. ايه الكلام الفاضي ده يا مستر. عايزين حاجة صعبة وبالرسومات. يبني يا حبيبي انت بزعج لي دلوقت. هل انا بجيب حاجة من دماغي ده اختبار محافظات بحل وخلق. كياس الكوسة الذي يمسه نصف كياس الدائرة على طول تدرب نصف كياس الدائرة اللي هو 360 درج. كياس الكوسة الذي يمسه نصف كياس الدائرة على طول تدرب ربع في 360 درجة اللي هو كياس الدائرة. رقم اربعة. ألي بيجيم مسلس فيه بيجيم تربيع بتسوى ألي بيه تربيع زياد ألي في جيم تربيع فإنه كياس زياد ألي بتسوى نو. نحن أخبران الحصول لدينا أكثر�� مربع الدلع في مثلس اذا وجدتم هنا مجموع مربعات يبقى البابهجية للاعدام 10 بالدليل لما يمكن حيث تزيب الطفل هنا ايه الزويا المقابلةsee على طول زيوت يا مستر فكرة حلوة بس عايزين مسالة شاملة كل الحالات منفرجة حد قيمة تعجبني انتكد يا دكتور اجيب لكم مسالة شاملة كل الحالات اكبر من او اصغر من او يساوي اذا لقيت مربع دلع في المثلث اكبر من مجموع مربعات دلع الضلعين الاخرين يبقى الزوء المقابلة لهذا الضلع منفرجة أجيب زوء المقابلة ل المثلث اكبر من مربعات دلعين الحالة الثانية الثالثة يمكنك المحافظة تكون قتعة إذا لival chick الواقعة تستطيع مربعート تحديث بين الاب غير للعين يمكنه العظام العظيم بعض سؤال الم друг dalla distanza يبقى زوية تلف تكون ايه قائمة كده يا شباب خدنا كل الحالات ومن غير زعيج ولا نرفز ولا حاجة خالص رقم 4 لا رقم 5 الزوية المحطية المرسومة في نصف دائرة نوجة طبعا كلين الحافظين دي الزوية المحطية المرسومة في نصف دائرة على طول قائم يلا بنا يا شباب الزوية المحطية المرسومة في نصف دائرة على طول تكتبها قائمة طب ممكن تيجي بصغة تانية الزوية المحطية المرسومة في نصف دائرة كياسها نوجة تكتب كياسها اوعى تقول قائمة كياسها تسعين درجة ماشي يا شباب يبقى زجالك عايز نوحها قائمة كياسها تقول تسعين درجة يا مستر احنا مش عايزين كده احنا عايزين جمال حالات امت تكون زوية حدا وامت تكون زوية منفرجة وامت تكون زوية قائمة عن طريق الزوية المحطية رغم ناسيلتك كتير الا ان كلامك منطقي وصح احنا مركبة أعيذ نوعات تسعين أنا نوعات تسعين إذا وجدت الكسس المقابل لها أكبر من نصف دايرة ، يبقى نحن نفرج هنا أجود به هنا سألتك الطرفين أمضلكم. جاوية بيه محطية الطرفين هم طرفين كبير في الدائر يبقى على طول تكون زاوي قائم أكتب نعشي جاوي قائم طب ، جاوية بيه هنا أيضا جاوية به محطية ستجد الكسس المقابل لها أصغر من نصف الدائر يبقى نعشي جاوي حد تب زاوية به هنا بردو زاوية محطية هتلاقي القصة المقابل لها اكبر من نصف الدائرة يبقى نوحها مفارج يبقى فيه ثلاث حالات بس يا شباب للزاوية المحطية قائمة وحدة مفارج قائمة عرف نائمته حد عرف نائمته مفارج عرف نائمته مش عايزة تكلم كتير فيها كده فهمناه وبرو سمان رقم ستة الزاوية التي كياسها عشرين درجة تتمي بزاوية كياسها نقطة الحاجات بتاعته الاعداده السهلة خالصة احنا عرفين ان تكون الزاوية متكاملتان اذا كان مجموح كياسهم تسعين درجة تم بدنا زاوية عايزة الزاوية تانية اخلاص سيطر عايزة زاوية تسعين درجة بس ما ينفعش اديكم ديت وما قولش الحالة التانية اللي هي الزاوية متكاملتين احنا عرفين الزاوية متكاملتين على مجموح 180 درجة اذا ادنا زاوية عايزة زاوية تانية اطرح الزاوية اللي هو مدهنة من 180 درجة يلا نعرف الحالتين من غير انت ما تقول عايزين كل الحالات انا جبتلك الحالتين الزاوية التي كياسها عشرين درجة تميم زاوية كياسها نقطة عايزة الزاوية المتميمة العشرين اطرحها من تسعين عشرين شيلها من تسعين يبقى السبعين درجة الزاوية التي كياسها عشرين درجة تكمل زاوية كياسها نقطة عايزين الزاوية المكملة الزاوية عشرين اطرح عشرين من 180 يبقى 160 درجة حاجات سهلة خالص وبتاعته الاعداد السؤال الثاني رقم الف فيها شكل مقابل الف بيهو الف جيم وطران في الدائرة ميم الف بيهو الف جيم وطران أمام مقابل اطرحة المتصفة لديها المتصفة لديها هذا المتصفة لديها كياس زاوية بها الف جيم بصوية 60 درجة أوجد كياس زاوية ديل ميم هي اعيز ديل ميم هي أظن دي مسألة تفها خالص بس خدوا بالكوا ممكن تكون المسألة تفها وتنقص درجات كتير منها تعرف ليه؟ لن أجبك مسألة تفعة وكما تكتب البرهان مش كامل يبقى لازم تكتب البرهان كامل لو مكتبتش البرهان كامل هينجس لك درجات يامل رغم انها تفع يبقى لازم تعرف ازاي تكتب البرهان هنستغل المعطايا ده المنتصف البيه يبقى من ده العمود على البيه هيا منتصف الفجيم يبقى من هي عمود على الفجيم بالشكل الرباعي موجود ثلاث زاوية بسهول اجيب الزاوية الرابعة يبقى مسألة تفهى بس والله ممكن تنقص درجات ياما ازاي رغم انك انت حالتها صح ما كتبتش البرهان بالزبط كل كلمة فيه صح بما ان هستغل المعطيات ده المنتصف الابين ده المنتصف الابين كتعة مستقيم احنا عرفين المستقيم المرة بالمركز ونصف الوطر بيكون عمود عليه يبقى من ده الكتعة مستقيمة ده عمودة على الابين كتعة مستقيمة ده واعمل الزاوية ده قايمة قايمة يعني تسعين درج طب استغل التاني معطيه بما ان هه منتصف الابين هه منتصف الابين كتعة مستقيم برضو زي اللي قابلها بالزبط ايه؟ مستقيم المرة بالمركز ونصف الوطر بيكون عمودة على الابين كتعة مستقيمة اللي هو ده عمودة على الابين كتعة مستقيمة اللي هو ده وعمل الزاوية ده قايمة يعني تسعين درج فضل الزاوية الرابعة من الشكل الرباعي الدائري بتساوي تلتمية و ستين درجة لها الزاوية الشكل الرباعي كلك ناقص افتع قص وكتب تلت زاوية تسعين درجة زايد تسعين درجة زايد تسعين درجة زايد ستين درجة وهي تبليل الحزبة بس انا مش هستقضي مال الحزبة تسعين مية وطمانين شلهم متى تموان ستين اتبقى مية وطمانين يبقى اطرع بس مية وطمانين وستين مية وطمانين نقص ستين مية وعشرون درجة مش عايزي مال حزبة ولا حزبة رقم به فيها الشكل المقابي قالب به جيم وثلث مرسوم داخل دائرة قالب به جيم مرسوم داخل دائرة بيهدال شعام ممثل الدائرة عنده به بيهدال بمساء عنده به سنتين تميل الف جيم وصد تنتميل بيهدال حيث سين صاد قطع مستقيم تواجه بهدال مستقيم سين صاد بيواجه بهدال خدوا بالكم ديب كل حاجات دي لها استخدام اثبت ان الشكل الف سين صاد جيم ربع دائرة ممكن واحد يقول له يا أستاذ دا سهلة خالق والله فعلا سهلة بس ممكن تنقص برضو درجات كتير ازاي مكتبتش البرهان برهان بالكامل يبقى لازم تستغل المعطيات اول حاجة بيهدال مماسي بيهدال محطية المشتركة ثانية حاجة سين صاد يواجه بيهدال هلاك زويتان على شكل حرف زياد يبقى بيهدال هلاك زويتين وزويتين بيهدال وفي زوية مشتركة بيهدال زويتين التانيين بيهدال هلاك زوية خارجة مقابل المجاورة لا في شكل رباعي فاهمتوا حاجة عايزين نفهمها بالبرهان لازم نكتبه كله بالكامل اول حاجة بيستغل المعطيات بيهدال مستقيم مماس بيهدال كياس الزوية الممسية اللي هي دال بيهدال الممسية بتساوي كياس زوية المحطية المشتركة معها في الكوس اللي هي زوية جي المحطية بيهدال وعمل بيهد رقم واحد زد يبقى بيستغل بعده بالتبادل يبقى اكتب اذن كياس زوية سين بهدال بتساوي كياس زوية ديت اللي هي بيكسين صار واكتب جنبها بالتبادل وعمل ده رقم اثنين هستنتج من واحد واثنين ايه؟ طب الناسي تعمل حاجة مشان انا عملت ده نقطة احطي هنا على نقطة زي بالظهر هستنتج من واحد واثنين ايه؟ اكتب من اجل من واحد واثنين اذا واحد الزاواتين اثنين الزاوية ديت اثنين الزاوية ديت الساوي ديت بالتبادل ولانه في زوية مشتركة اذا Paul صار بتساوي كياس زاوية G. هلاحظي علاقة دي بالنسبة للشكل الرباعي. دي خارجة عن الشكل الرباعي. ودي داخلها مقابلة المجاورة له. ياريت تكتب تحتها كده. كياس الزاوية الخارجة عن. آلف سينصات G. اللي هو الرباعي. تساوي كياس الزاوية الداخلة المجاورة للمقابلة له. دي انا قلبتها الزاوية الداخلة المقابلة المجاورة له. مش مشكلة. اذا على نطول الشكل. آلف سينصات G رباعي دايبي. آلف سينصات G رباعي دايبي. كياس الزاوية الداخلة المجاورة المقابلة له. هي العكس. كياس الزاوية الداخلة المقابلة المجاورة له. مش مشكلة. غلطة صغيرة بسيطة. هنعدوه. السؤال الثالث. رقم آلف في اشياء المقابلة. آلف به. 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 اذا متصف الفجيم. هي متصف الفجيم. اثبت ان سيندل بتساوي صات هيا. سيندل الحتة دي. صات في الحتة دي. عايز يثبت انهم بتساوي بعض. ازاي؟ برضه سه. هستغل المعطيات. واطران متساويين يبقوا بعدهم عن المركز متساوي. بس خدوا بالك. لازم الاول ان تثبت ان مين دل بعد ومين هي بعد. يبقى قبل ما تقول دي بتساوي دي اذا مين دل بتساوي مين هي. لازم تثبت ان ممدال بعد وممهي بعد. بعد يعني يعني عمود. واحنا عارفين المستخدم المر بالمركز والنصف الوطر بيكون عمود عليه. يبقى لازم تثبت ديل اول. بعد ما اقول ممدال بتساوي ممهي. هلاجم ممسين وممساد انصف اكتر يبقى بالسبعة. هطرح الصغير من الكبير. هيداني الحتة دي بتساوي الحتة دي. يبقى ايه بما انه هزبت الاول لنقبعد. هنا النقطة دي مية. بما انه ده المكتصف قليل بيه. كتحة مستقيم. ازا ممدال عمود على قليل بيه. المستقيم المر بالمركز والنصف الوطر بيكون عمود عليه. اعمل دي قايم. يبقى لازم تثبت الاول لنبعد. بما انه نفس الحكاية هنا. هيه منتصف الف جيم كتحة مستقيمة. هيه منتصف. الف جيم كتحة مستقيمة. ازا برضو من هيه عمود على الف جيم. ازا. مم هيه كتحة مستقيمة عمود على الف جيم كتحة المستقيمة. المستقيمة المر بالمركز والنصف الوطر بيكون عمود عليها. اعمل دي قايم. يبقى نثبت انه ده البعد. خد بالك لما تثبت شنون بعدين. يبقى اعطون جز درجة فيه. طب بعد كده. هو مدين الف جيم. بما انه الف جيم. يبقى ازا نبعده مع المركز متساوي. ازا. بعد الف جيم اللي هو مم هيه. وعمل دي رقم واحد. طيب. بما انه مم سين بسو من صف. وعمل دي رقم اتنين. ياريت وضح بنكوس كده. انصف اكتر في الدائرة مين. كده وضحت. تاخد الدرجة على طول كاملة. طيب. اطرح الصغير من كبير. اخد بالك الصغير واحد والكيبير اتنين. الصغير اللي هما البعدين. والاتنين اللي هما عنصف اقطاع. يقبى بطرح واحد من اثنين. يعني بتطرح واحد من اثنين. طرح الايمن من الايمن والايسر من ايسر من الايسر. مم ده يشيله من الممسي. مم ده للحية اللي يشيلها من الممس 네 حتى دي كله يتبدئ سنده. عزن سنده. بتساوي. ممهي شيله من ممسا. ممهي الحتى دي. شيلها من ممسا دي كله يتبدئ ساطي. شايفين دي واللي هو طالب دي اظن الاتنين زي بعض. يبقى كده خطي الدرجة النائية وما مشكله خالف. رقم به فيها الشكل مقابل دائرة مركزها مميوم. دائرة مركزها مميوم. كياس زود الف مم جيم مية خمسين درجة عليها. اوجد كياس زود جيم دال الف. جيم دال الف دي. بس المحطيات دي يا حبيبي في معطيات من الرأس. معطيات مكتوبة معطيات في الرأس. كل المحطيات اللي هستغلها من الرأس. زاوية محطية. وزاوية مركزية مشتركتان في نفس الكوش يبقى المحطيها نفس المركزين. شكله رباعي يبقى كل زاويتين متقابلتين متقاملتين. كده يجيب زاوية دال في سوان خالف. ليه جيم دال الف. يلا بنا. يبقى والحاجة بما زاوية مركزية. المحطيات. بتساوي نصف. كياس زاوية. المحطيات. عجيب ديف سوان. كياس زاوية. المحطيات بتساوي نصف المية وخمسين كيمة وسبعين درجة. اكتب عليها خمسة وسبعين درجة علشان ما تطلبتش. طيب استغل حاجة تانية. الشكل الرباعي الدائري. بما ان الشكل. قالت به جيم دال رباعي دائري. عرفت زي انه رباعي دائري. رغم انه ما اقول لكش. يا حبيبي كل رؤوسه على الدائري. يبقى على طول رباعي دائري. يبقى ازا. كياس زاوية دال. هتساوي اجيبها زي. هلاجي به دال متقابلتين. يبقى مجموح مية وثمانين درجة. واحدة موجودة. عزي التاني. اقوم بقى مية وثمانين درجة ناقص. اللي موجودة خمسة وسبعين درجة. هتساوي مية وخمسة درجة. جبت ديفت ثواني مية وخمسة درجة. طريقة سهلة خالص. والخطوات. جبت المعطيات من الرأس. السؤال الرابع. رقم الفيه الشكل المقابل. الفيه والف جيمة مسان لدائره ميم. الفيه والف جيمة مسان. اقيد لهم استخدام. كياس زاوية الف اربعين درجة. اوجد كياس زاوية دائره. هنعمل دلوقتي لشباب سهلة خالص. الفيه والف جيمة مسان. يبقى على طول. ميسون في الطول. يبقى المسارة في نصف الساقين. موجود الرأس بسولة جيب كل زاوية القاعدة. اطراح الرأس من 180.2 على اثنين. تبتان حاجة. هستغلي بس يبقى الزاوية المحطية. الزاوية الممسية بتسوي الزاوية المحطية المشتركة معها في الكوز. بسهولة جيب دائره. يلا بينا يا شباب. يبقى قل بما ان. الف كطع مستقيم. والف جيم كطع مستقيم. ممساتين للدائره. مين? اذا على طول ايه يا شباب بتسوى بعض في الطوق? الف بيه بتسوى الف جيم. ليه? لان ايه زاوية كطعتين ممساتين للدائره من نفس النقطة هيكونเปسوى الف جيم دائره.inet.وخلق المكسرور الساقين هو اوهم زاوية الكادة هي انا قلت قIP به بسحول الف جيم دائره او الف جيم المقابل الزاوية يبقى ديــــ كاعت او الف جيم المقابل إزroads يبقى دي كاعته.كذا عرفنا زين في الزاوية الكادة. الي هم زاوية المقابلين للدلعين المصوى الف جيم ضوئة. طبعا ان عريز اجد كاسicول جاروك اعمله يبقى اذا كياس زود الف جن. بتساوي كياس زود الف جن به. اللي هم زودت القاعدة هتساوي. اجيبكم ازاي? موجود الرأس. اطرح الرأس من 189 على 2. ازاي? يبقى 180 درجة ناقص 40 درجة على 2. بتساوي 180 يبقى هنا 70 درجة وهنا 70 درجة. هستغلي بس قلب به مماس. عشان اجيب زودة مماسية. بما ان قلب به مستقيم مماس للدائرة. هو قلينا اسم الدائرة ايوه للدائرة مين? ازا كياس زود الف جن مماسية. هتساوي بنسيتها بجنبها المماسية. بتساوي كياس زود دا المحيطي. ويرات وضح تحت مستركتان. في الكوس. بجنب. خلاص يا باش ما اندس دي سبعيني وغادي برضو زيها سبعين درجة. اجم جال ازا كياس زود. دا بتساوي سبعين درجة. المسالة تحلت بخطوات منظمة. رقم به فيها الشكل المقابل. بجنب كتعة مستقيمة كطر بالدائرة مين. بجنب كطر. هاي دا الكتعة مستقيمة عمودة على بجنب كتعة مستقيمة. هاي دا العمود يجادي قايمة. اشبت ان الشكل البيضة لها ربعة دقيقة. يا لهو عليك لو ما تعرفش تحلي دي في سنة. بس برضو ممكن تحليها في سنة وتنقص درجات لي عشان ما كتبتش البرهان بالكامل. هاستغل دلوقت انه بجنب كطر. يبقى زوى المحيطية المرسومة في نص دائرة قائمة. زوى دي قائمة. تبدا عمودة. يبقى تسعين درجة. اجمع دي و دي هتلقو مينة درجة. هاستغل ايه? هلاك زوى متقابلتان متقابلتان في شكل الربعي. يبقى على طول الشكل الربعي دا يبقى. لازم تعرف تكتبوا البرهان صحة علشان تأخذوا الدرجة كاملة. يلا بنا بنا. بما انه. به جنب كطر. هلاحظ به الف جنب. زوى ما حطيها الطرفين هم الطرفين الكطر. يبقى قياس زوى به الف جنب. هتسعو تسعين درجة. طيب. بما انه ههدال عمودة على به الف جنب كطع مستقيم. ازان زوى دي تسعين درجة. ازان كياس زوى. به داله. بتسعين درجة. اجمع دي مع دي. نسيت اعمل هنا قايمة. لان قال تسعين درجة. اجمع دي مع دي. تسعين زوى على الجين. زين كياس زوى. به جنب كياس زوى. بتسعين زوى تسعين. هتسعوا مية وتمانين درجة. اكتب تحتها لازم توضح. زويتان. متقابلتان. متكاملتان في الشكل ألف به دا على طول يا شباب إذن الشكل ربع دائري إذن الشكل ألف به دا ربع دائري شايفين المسألة ممكن تكون سهلة بس لازم تكتب الخطوات دي كلها صحة تحذر تاني وقد عذر من أنظر لازم تكتب خطوات البرهان كلها صحة علشان تغضي الدرجة كاملة ممكن يكون المسألة سهلة خالق بس ما تكتبش الخطوات كلها صحة يبقى أكيد تنقص درجات في السؤال الخامس رقم ألف فيها الشكل المقابل ألف و بيه و جيم ثلاث موقع تقع على الدائرة ميم و كياس و الكوز على بيه بساو كياس و الكوز بيه جيم بساو كياس و الكوز جيم ألف أوجه بالبرهان كياس زي وتالي عايز كياس زي وتالي لاحظت ويد الوقت قلت المسألة كلها في نفس واحد معناها أننا حلاف سواني معدود بس تاني المسألة سهلة ممكن تحلها في دماغك صح بس تلاقي نفسك مخطش الدرجة النهية ليه؟ علشان مكتبتش البرهان بالكامل لازم تكتب كل خطو احنا عارفين إذا لقينا كوز متساوى في الدائرة يبقى حسرانه أوطار متساوى في الطوب القوس الألف غامل سوى عالف هالف درجة هناك فهو حالية المسألة حولاه البداية المسألة المسألة بتساوي كياس الكوس بجين. بتساوي كياس الكوس. الف جين. اقاس متساوي في الكياس ازا الاوطار المقابلة لها متساوي في طول ازا الف جين. بتساوي الف جين. اعمل على كل واحدة شرط. ازا المثلث المثلث الف جين. متساوي الى اطلاع. متساوي الى اطلاع. يا حبيبي كل الاطلاع يبقى بتساوي الاطلاع. حتى بنتساوي الاطلاع يبقى لازم نستنتش حاجة مهمة. كياس كل يزيره فيه. ستين درجة. كياس زود الف. بي تساوي كي ازاوي جيم بي تساوي سبتين دارش هو ايز الي بس سبتين دارش ايز دامل عندي بي باردو سبتين دارجا مفيش مشكل ايز دامل عندي جيم باردو سبتين دارجا باردو ما فيش مشكل زيتم خيري رقم به فيها الشكل المقابل المثلث مرسوم داخل الدايرة من طبعا واضح المثلث كل الروس على الدايرة كي ازاوي كي ازاوي 30 درجة بو عليه ازبت ان المثلث من بي تساوي الاضلاع يا شباب ام تكون المثلث اضلاع من بي تساوي الاضلاع لو كي ازاوي داخله في 60 درجة اول حاجة vais استخده المراطيات مزاوي مر щоб مركزي الاشتراك في الكوس يبقى المركز يضع في المحتوية وهي يقول لي استاذ دائما ياually ستاوي نص المرحدر يا حبيب يا نفسي بها اعكس المحتوية نص المركرزي البرز يبقى المركز يضع في المحتوية اما حاجه المحتوية اصغر والمركزية اكبر لان في طلب يتلاب 유فاظ يقول ديت 30 يبقى ديت 15 ويحط نص في واحد خلاص المحيطية اصغر المركزية اكبر يبقى المركزية ضعف في المحيطية ديها تطلع ستين تبقى المسارس من تساوي تساقين لان من بيهم انجم انصاف اكتر بسهولة جيب زواتي الكاعدة كل واحدة تطلع ستين يبقى على طول المسارس من تساوي الاطلع يلا بي مسألة سهلة هي بس انت ممكن ما تاخدش الدرجة النهية لها عشان ما كتبتش البرهن صح بما ان تساوي نصف مجين المركزية نصف المركزية المحيطية نصف المركزية العكسية يبقى المركزية يبقى كياس زوات بيهم مجين ضعف اكتب عليها 60 درجة. طيب هستغل حاجة في الايه في الرسم برضو من به ومن جيم عنصف اكتاري وبتساوي بعض بمعن. من به بتساوي من جيم بتساوي نق. يعني الاتنين عنصف اكتاري. الأن worthy بتساوي تلق . يبقي أذن زىو تلقا دبتساوي بعض. يذن كي يزىو ممبي زين. بيتساوي كي يزىو ممبي. يجب رسم باوشو درد. يبقى ميو تمناین درجة نقش الرس ولكن يجب رسم تلقا في حابة 10 درجة. الزاوية 60 درجة. الزاوية 60 درجة. إذن كياس الزاوية به ميم جين. بتساوي كياس الزاوية ميم. ميم به جين. بتساوي كياس الزاوية ميم جين به. واحنا عرفنا اذا لقنا المثلث كل زاوية متساوي في الكياس. يبقى اذا الاطلاع برضو متساوي في الطور. ميم به بتساوي من جين. ميم به بتساوي ميم جين بتساوي بي جين. اخر حاجة اذا المثلث قليل بي جين. المثلث ميم بي جين. متساوي. الاطلاع. يا لهو يا مستر. ايه الكلام ده كله? ده كله عشان حل دي. ده انا حلتها في دماغي في ثاني. مش انا قلت لكم ممكن تحليها في دماغي في ثاني. بس البرهان عايز خطوات بالترتيب علشان تاخدوا درزن ايه.